ترأس محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة مبخوت بن ماضي اجتماعا للجنة الأمنية بالمحافظة وكرس الاجتماع لمناقشة الوضع الأمني بالمحافظة واستعراض سير عملية ميزان العدل ضد الفارين من وجه العدالة والخارجين عن النظام والقانون وشدت اللجنة على استمرار العملية ضد كل من تسوي له نفسه المساس بأمن المواطنين وتعكير صفو المجتمع معكدة أن الحملة قد بدأت ولن تتراجع اللجنة الأمنية عن الضرب بيد من حديد ضد الخارجين عن القانون مشيدة بيقظة رجال الجيش والأمن في تنفيذ العملية وحفظ الأمن داعين المواطنين إلى عدم الالتفات إلى الحملات الأعلامية الرامية إلى الإساءة لقوات النخبة الحضرمية وتعكير الأمن في حضرموت